مقاردة غريبة الدكتور محمد عباس حاط التغريدة بيقول ان البنت الفلسطيني عاد اتسجنت وخرجت من سجنها زي ما يقول اهو اوجع عن ذلك التعليق السهيوني كثيرا عن عهد التنبيقل ايه في كم بلد عربي كان يمكن لعهد ان تخرج من السجن حية وايضا عزراء يعني لو دخلت بنت سهتوتا كتوكوتا كده بلد مسلا سجن مسلا زي مسلا السعودية مسلا يعني مسلا يعني مش اقول لك بقى مصر يعني هنرجع لمصر دخلت كتوكوتا كده دخلت السجن مسلا هيحصل ايه في كم مرة هيحصل ده اقول لك انا كان يحصل ايه الجيش المصري العظيم في يوم الايام كان بيكشف عزرية على البنات بنظامة العفو الدولية قالت كده قالت الجيش المصري اكبر فتياتها على اختبار العزرية كشف الايه العزرية ده الجيش المصري الايه العظيم ايام الثورة مين اللي كان بيكشف مين رئيس لجنة كشف العزرية عارف مين عفتها السيسي هذا الكلام عرضته في برنامج لي كان على قناة الصباح الكويتية في 2011 كان كاتب اظنه يا تشانلز كروس هامر في الواشنطن بوست او حد تاني كاتب امريكي من اصول تركيا قديمة لكنها متعصد ضد تركيا هذا الكاتب كتب يقول انه عنده معلومات ان الذي كان يخود فحصات تشوف العزرية هو اللواء عفتها السيسي رئيس الحربية وطبع انت فاكر ان عفتها السيسي طلعه بيانا اعتذروا فيه عن الكلام دوت ده فين في مصر تبقى المقاربة اللي حطاها الدكتور محمد عباس ان السعينة اشرف من عفتها السيسي وجيشه من اجيب اولاته عشان مصدمش كل الجيش عشان مقايز ظلم تصدق يا استاذ كان بقى واحدة دخلت الجيش المصري وتعرض الاهانة واخلي احجابها في الشارع لو حدتها كساعات المخرج تجيب لنا صورة اللواء اللي واخد البنت تحت باطه كده في الازهر تعرف على طول ان انت في بلد يقودها مجموعة حيوانات مفترسة شارسة في فنانة يا جماعة في مصر فنانة درجة ثالثة اتهموها اللي هامش هينيش اغلت فطلعت تهموها بضعارة خلي بالك فنانت لقى الضباية مش هتتكلموا معايا بقى في الكنان ده لا اقول لكم بقى بتطلع اردارات بقى اللي بيطلعوا يسرى بتطلع اردارات الامارات اردارات يعني مش اردارات تصوير يا استاذ متفهمش غالب بتبقاش حسن ان ايه انت بتتكلم هو الدكتور عباس يقول لك الراجل نقل على الصهيوني طبعا صحيانا بقول لك البنت فانا عسايا شاخ سليم كان بقى ابني ادم راجل دخل السجن المصري وتلعى شاخ سليم ما بقول لكش تلعى متعور ولا ايده مطوع انتهك عرضه انتهك عرضه شوف الصورة اللي جاية دي بص كده ده في العالم انتهات وتحرش وده بغل ابن بغل ابن بغل يعني بغل ابن بغل ابن بغل وجبه مجموعة من البغال بيمسك بنت كده ده مش جيش الاحتلال في الصهيوني ده جيش ده شرطة مصر بص عامل ايه ومنقب الاخ ومنقب اهم بيروحوا يصفوا الايال في الشقاء ويقول لك ايه اتعربنا للدار والله ما تستحمله من دوية والله ايه قالها الدكتور اللي بتاعت حدسة الوعات فاكر لما قال لي ايه الظهر بتقال لي احنا مش متعودين اصلا نواجه حد حسن ولا لأ فانت اصلا هموش بتروح تقتل واحد في شقاته وتجيب واحد طالع استاذ فيزياء ولا خريج فيزياء وراح يمشتره برا لان انت مش عاوز العقول لأ انت متصور انك تستطيع ان تسيطر على هذا البلد وترعبه وترهبه فتجيلك اتطعنا منين من الاسرائيلي اللي هو انت بتحبه وتتغزل فيه بيقول لك بيقول لك بالبلد كده الراجل اللي غرد للتغريد الصيوني بيقول لك لو كانت عهدى عندك وكان انت ليتعامل ازاي عامل في كام شرناس صح ولا لا الم يتم اغتصاب الفتيات في سجون مصر الم اغتم اغتصاب الرجال في سجون مصر تعليش ما تقوليش بقى شباب والاعيال لما انت قلت الكيكة عملوا كده ورقصوا ومن تانية ست هذا البلد opposed طع la منطقة موسيقى انتemia حسنا 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 حسنا